السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوزارة التربية الوطنية أعلنت في بلاغ لها أنه تم الإعلان يوم الجمعة الخامس من فبراير 2021 عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لجهاز امتحانات البكالورية برسم الدورة 2021 جميع المرشحين تمت موافاتهم بنتيجة البد في طلبات الترشحين كذلك الناس اللي سبق لهم أنهم داروا الشيكيات وكانت رفضوا في الأول داروا الشيكيات كذلك توصلوا عبر البريد الإلكتروني دي لهم المتضمن في بطاقة الترشح الألكترونية يعني قد دخول البريد الإلكتروني دي لك تلقى واحد ميساج جاك خصوصاً الكتيرتي الشيكية بخصوص هذا الموضوع وخصوصاً الكتير تفتي في اللول كما يمكن المترشيحين المسجلين اللي تسجلوا في البوابة ديال الباكالورية أحرار تتبع مصار ووضعية طالبات ترشيح ديالهم عبر البوابة الإلكترونية للترشيحات الأحرار للباكالورية 2021 الموقع كونتداتور باك.مين.gov.ma يمكنك تدخل هذا الموقع ودير المطبس ديالك وتتبع الوضعية ديال الطلب ديالك كما تجدر الإشارة يضيف الطلب إلى أن المترشيحين الأحرار الوائدة أسمعهم في اللوائح النهائية والذين لم يدلوا بملف طبي لإعفاء من اختبارات التربية البدنية سيتوصلون باستدعاءات شخصية لجياز هذه الاختبارات وفق البرمجة المعتمدة من طرف أكاديمية كل جهة للتربية والتكوين ما دي بالنسبة للناس لما داروش ملف أو شهادة طبية باش يتعفهم من التربية البدنية من غير يوصل الوقت هل غير توصلوا باستدعاء شخصي باش يجيوز أو يدوزو الاختبار ديال التربية البدنية على حساب كل الأكاديمية الجهوية التوقيت والتاريخ لغدير بخصوص ملف التربية البدنية هذا وما كان في هذا البلغ بخصوص نشر لوائح النهائية المترشعين الأحرار نتمنى أن الفيديونا للإعجاب لكم ما تتساوش تدعموا القناة بالإعجاب والشراك باش توصلوا بجديد أخبار الامتحانات والسلام عليكم ورحمة الله يزاله وبركاته